على السجد الأحمر توافد عشاق الفن السابع ومبدع السينما وصناع الصوت والصورة احتفاء بانتلاق فعاليات أيام قرطاج السينمائية هذا الحدث الثقافي المميز الذي بقي وفيا لخصوصياته كموعد للأفلام الجادة وإنتاجات سينما الجنوب ذات الرؤى المتعددة مهرجين للحرية والإبداع ومقاومة الظلامية وفخر لتونس والتوينسة ولدول الجنوب بكلها جانجات لا يمكن أن يتعدى فيه لا تونسي ولا غيره الأفلام المختلفة وأحيانا أفلام ممنوعة في بلدانها تمر في تونس بعد ركود عاشه القطاع الثقافي بمختلف أنشطته ومجالاته تأتي هذه الدورة من أيام قرطاج السينمائية لتبعث الحياة في قاعة السينما بمئات العروض لأفلام عربية وإفريقية تحت شعار نحلم لنحيا تبقى هذا الأسبوع واحتفالي خلينا نفرح بالسينما خلينا نفرح بقاعات السينما لأنه تتلن بعد عامين من غلق القاعات السينما والكل إن شاء الله تكون أيام قرطاج السينماية كما عادتها حافظ إلى استخدام الجماهير المشاركة التونسية سنة ثارية بالجدية كما شفتوا في البرمجة نستنعوا بطبيعة أنه الأفلام تكون موجودة أفلامنا التونسية تكون موجودة في أيام قرطاج السينماية اللي هي أقل حاجة الأفلام جدد بطبيعة أما نستنعوا زيادة أفلام عربية وعالمية تجينا بش نكتشفها خطر أيام قرطاج السينماية هي الفرصة كازمان الوحيدة اللي عنا بش نشوفوا أفلام جايين من العالم أجمع في عرس السينما سيكون للجمهوري فرصة لمتابعة إنتاجات وإبداعات سينماية وسيفتحوا باب التنافس أمام المبدعين للفوز بالجوائز ولكن أيضا ستعقد الندوات وورشة التفكير لمناقشة جملة من القضايا للنهوذ بسينما الجنوب ترجمة نانسي قنع